عقدت لجنة القضية السكانية أمس جلسة متخصصة بحثت خلالها تشخيص الحالة السكانية في المصر وتحسين الخصائص السكانية وأشار عضو حزب المصريين الأحرار عاطف الشتاني إلى أن توصيات الرئيس السيسي الصادرة حول الاستراتيجيات المعلنة تؤكد اهتمام الدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأضف الشتاني خلال تصريحات خاصة للتليفزيون المصرية أن اتجاه الدولة بشأن تحسين معيشة المواطنين سيساعد في تغيير ثقافة الإنجاب لدى المواطنين عشان نوصل للمواطن وده المقصود بالأمر واضح أن تأثير السياسات المعلنة والاستراتيجيات هل يكون لها تأثير مباشر على حال المواطن أعتقد أن رئيس الجمهورية في التوصيات الرئيسية التي صدرت كان منها وأعتقد أن ده الأهم هو أن تكون جميع البرامج وجميع الأنشطة والاستراتيجيات التي يتم تنفيذها يكون هدفها وتحسين حياة المواطن مصر نوعية الحياة على أساس طبعا أهميتها تنفي القول اللي هو دايما يقول لك أن الدولة بتفكر في العدد فقط لا ننفي أنه في الوقت الحالي أصبحت هناك قناعة موجودة أنه عندما نحسن الحياة وعندما نستثمر أكثر في التنمية سيكون المواطن بعدها قادرا على اتخاذ قرار بالنسبة للإنجاب قرار رشيد وبناء على معلومات